الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فما زال كلامنا على حقيقة الهمة ومفهومها لنتصورها تصورا تاما كاملا وليسهل علينا فهم ما يأتي بإذن الله تعالى بعد تفريعا على تصورها وحقيقتها فالأحكام على الشيء تترتب على تصوره فكلما تصور الشيء سهل معرفة صفاته وأحواله وما يتعلق به تقدم معنا دكر معنى الهمة في اللغة ودكر معناها في الشرع ومن أحسن ما قيل في تعريفها شرعا أنها هي استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور بمعنى أن العبد يجد أن كل ما ليس من معالي الأمور شيئا قليلا صغيرا حقيرا تافها لا يساوي شيئا ولا تنشط نفسه ولا تصر ولا تفرح إلا إذا وصل إلى النهايات من معالي الأمور إلا إذا بلغ الكمالات من الأمور العالية فإذا وصل إلى ما دونها يجد نفسه ناقصا قاصرا مفرطا عاجزا فيجتهد أكثر ويزيد أكثر ويجد أكثر ليصل إلى المعالي هذا صاحب الهمة العالية وغيره صاحب الهمة السافلة وهو الذي يأنس بالقليل ويرضى بالحقير ويظن نفسه وصل إلى شيء كثير كبير وليس الأمر كذلك هذا صاحب الهمة الدنيئة ولهذا أهل الهمم العالية يتنافسون في المنازل الرفيعة العالية في السير إلى الله تبارك وتعالى يتنافسون في معالي الأمور في المراتب العالية والدرجات الرفيعة في السير إلى الله تبارك وتعالى وأهل الهمم الدنيئة إنما يتنافسون إذا تنافسوا يتنافسون في فعل الفرائض وترك المحرمات فقط لكن أهل الهمم العالية يتنافسون فيما هو أعلى من ذلك ومن أجمل ما قيل في الهمة ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال الهمة من الهم وهو مبدأ الإرادة ولكن خصوها بنهاية الإرادة الهمة مأخوذة من الهم وقد ذكرنا أنهما معا يرجعان إلى مادة واحدة قال الهمة من الهم أي مأخوذة من الهم وتقدمعنا أن الهم هو عقد القلب على فعل الشيء قال وهو مبدأ الإرادة أي الهم هو مبدأ الإرادة ولكن خصوها بنهاية الإرادة أي الهمة خصوها بنهاية الإرادة قال فالهم مبدأها والهمة نهايتها الهم مبدأ الإرادة والهمة نهايتها أي إرادة فعل الأشياء العالية الرفيعة وهو قريب من المعنى السابق إذن هذا باختصار ما تعلق بمفهومها وحقيقتها والآن بحول الله تبارك وتعالى نذكر أشهر وأكثر أسباب ضعف الهمة انتشارا أكثرها انتشارا وأعمها وأشهرها وأكثرها فشوها لنتجنبها ونحذرها فالمسلم يذكر له الشر للحذر منه يذكر له الشر لتوقيه فهذه الآتية معنا بالاستقراء وبالنظر للواقع والنظر لأحوال الناس هي أكثر أسباب ضعف الهمم في زمننا هذا أول هذه الأسباب الوهن أو الوهن يقال له الوهن والوهن وهو كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام حب الدنيا وكراهية الموت المرء إذا أحب الدنيا تعلق قلبه بها وانشغلت نفسه بملذاتها وعلائقها وركن إليها ركونا شديدة ومن ركن إلى الدنيا تعلقت نفسه بها تعلقا شديدا وبملذاتها وشهواتها وعلائقها ضعفت همته بلا شك لأن جهده وإرادته وعزيمته ستصرف في هذه الدنيا التي ركن إليها وانكب عليها وشغل نفسه بها ومن شغل نفسه بغير معالي الأمور فلابد أن يأتي ذلك على المعالي بمعنى لا بد أن تنشغل نفسه بما دونه لأن النفس واحدة إذا شغلتها عن الحق إن شغلت بالباطل إذا شغلتها عن المعالي إن شغلت بالسفاسف هي نفس واحدة فإذا استقر في القلب حب الدنيا والركون إليها والتعلق بها وجمعها والحرص عليها فإن هذا بلا شك يشغل القلب عن التنافس في معالي الأمور وبالتالي يكون من أسباب ضعف الهمة وانحطاطها نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد